بقى إيه المصادر اللي اعتمدتوا عليها في تجميع المعلومات عن المتحف كنتوا بتروحوا تسألوا مين ولا بتدوروا في كتب ده كترة من كليات أصوار وأديب والإنترنت طبعا آه أكيد وعندنا في الجامعة الكتب طبعا ومراجع كل دي كانت بتساعدنا يعني بس كنا بنحدد بدقة يعني مثلا فيديوهات المتحف المصري نزلت واللي احنا شفناها موجود نبدأ نشوف القطعة ونبعتها لأساسة الأطصار يبدأ ولولنا اسم القطعة على اساس كده نبدأ نجيب المعلومات من الكتب ولمراجع مش نجيب مش عشوائي ما ينفعش عشوائي لأن كل الكتعة بيبقى ليها أسرة بيبقى ليها فترة زمنية بيبقى ليها فترة وفاة لتاريخ الزمن بتاعها لاشت فيه كان ايه وتعودوا بعد كده تترجموا بقى بلغة تانية بلغة تانية انتم مترجمين انجلش وإيه تاني وعربي وعربي ويبسايت 42 لغة بس فيه النبازات مختطفة لأن احنا كنا محتاجين مترجمين معنا ودي مكتش متوفرة في الوقت أوكي بس هتطوروا ان شاء الله وإيه بقى تحت الانشاء وكل يوم بنفكر ان احنا نزود فيه حاجة أكتر حب